من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني ان شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة مبادئ الرسم الفني وهنكمل مع بعض العمليات الهندسية اللي احنا كنا بدأناها في الحلقة اللي فاتت ويمكن افكركم كده كنا في الحلقة اللي فاتت خدنا بعض العمليات الهندسية زي تنصيف قطعة مستقيمة وزي اقامة عمود على قطعة مستقيمة وتنصيف زاوية باستخدام الفرجار ورسمنا المضلعات المنتظمة زي شكل السداسي المنتظم بمعلومية طول ضلعه ورسمنا الشكل السداسي برضو بطريقة تانية اللي هي بمعلومية قطر الدائرة التي تمر برؤوسه ورسمنا المخمس المنتظم بالطريقة الخاصة وان شاء الله النهاردة بقى هنكمل مع بعض بقية رسم المضلعات المنتظمة في طريقة اسمها الطريقة العامة لرسم اي مضلع منتظم بمعلومية طول ضلعه ويمكن الطريقة ديت بنستخدمها علشان نرسم اي مضلع سواء بقى كان مخمس او مسدس او مسبع اي مضلع اقدر رسمه بنفس الطريقة علشان كده بنسميها الطريقة العامة يمكن الطريقة ديت يعني في خطواتها هيبقى فيه جزء منها متشابه مع طريقة رسم المخمس المنتظم اللي احنا عملناه في الحلقة اللي فاتت فتعالوا مع بعض كده نشوفها خطوة خطوة وننفذها مع بعض ويا رب تستفيدوا ان شاء الله تعالوا نبص كده مع بعض على الشاشة طبعا هنا بيقول لي عايزين نرسم مضلع منتظم طول ضلعه مثلا خمسة سنتي طيب احنا دلوقتي هنرسم ايه هنرسم مخمس او مسدس او مسبع كل المضلعات في الخطوات الاولانية الخطوات سابتة لكن اللي هيختلف هيبقى فيه خطوة معينة لما نيجي عندها هقول لكم هي دي بقى الاختلاف بين مضلع والتاني طيب دلوقتي اول خطوة بنعمل ايه بنرسم طول الضلع وليكن مثلا زي ما قلنا في المثال خمسة سنتيمتر بعد كده ايه دي الضلع بتاعي اللي هو ايه بي الخطوة التانية بنصف طول الضلع برضو بالاستخدام الفرجار او البرجل يبقى أنا دلوقتي هفتح البرجل هقف النقطة ايه وافتح البرجل بفتحة اكبر من النص يعني مثلا نفتح البرجل على اربعة سنتيمتر ما احنا قلنا الضلع كام خمسة يبقى افتح البرجل كده على كام اربعة او تلاتة ونص يعني فتحة مناسبة وارسم كوس لاعلى وكوس تاني لاسفل وبعدين اروح اركز بالبرجل في النقطة بي وبنفس الفتحة ارسم كوس لاعلى يقطع القوس الاول وبعدين كوس تاني لاسفل ونوصلهم ببعض يبقى احنا كده عملنا ايه نصفنا الضلع اللي هو ايه بي وناخد بالنا الخط اللي احنا رسمناه برضو قائم طيب وناخد بالنا برضو ان الخط احنا ايه مدناه كده على ارتفاع كبير شوية وهنعرف دلوقتي ليه وانحنا بنرسل الخطوة اللي بعديها بركز في النقطة ايه واقيم عمود خلاص من النقطة ايه طيب كل الخطوات دي لحد دلوقتي زي الخطوات اللي احنا اخدناها في الحلقة اللي فاتت لرسم المخمس المنتظم طيب نكمل اقف بقى في النقطة ايه وبالبرجل وارسم كوس من النقطة بيه يقطع لي العمود اللي احنا رسمناه على النقطة ايه طيب في النقطة سي وبعد كده اوصل النقطة بيه مع النقطة سي بالشكل ده ناخد بالنا بقى من حاجة مهمة الخط اللي احنا رسمناه دلوقتي اللي هو من بيه لسيه اطع لي الخط المنصف اللي هو اللي في النص ده ها في نقطة اللي احنا شايفينا اللي انا بشاور عليها دي النقطة دي هسميها اربعة تمام طيب والنقطة اللي فوق اللي هي بتاعة القوس من بيه لسي اطع لي المنصف برضو في نقطة اللي هي اللي فوق دي اللي انا بشاور عليها طيب النقطة دي هسميها ستة الخطوة اللي بعدها اقيس المسافة من اربعة لستة ونصفها وبعدين هنحط علامة ونسميها خمسة طيب انا ممكن انصفها بالمسطرة ولو يعني اقيسها كويس اشوفها هي كم ملي بالزبط كم ملي متر ونصفها طيب هنطلخبط مش هنعرف ان احنا نقسها كويس ممكن ننصف الجزء ده اللي هو من اربعة لستة باستخدام الفرجار البرجل بالخطوة اللي احنا او العملية اللي احنا خدناها قبل كده هقف في النقطة اربعة وبفتحة مناسبة ارسم كوس ناحية اليمين وكوس ناحية اليسار وبنفس الفتحة اقف في النقطة ستة واقطع القوس اللي على يمين والقوس اللي على اليسار واوصلهم ببعض هيروح طبعا الخط اللي انا هرسمه هيقطع لي المسافة او القطع المستقيمة اللي همنا اربعة لستة ويقسمها لي بالنص هتبقى هي النقطة خمسة طيب انا اللي يهمني دلوقتي ان انا اسمت المسافة ما بين اربعة لستة الى قسمين متساويين خطوة اللي بعد كده بالبرجل نقيس المسافة من اربعة لستة من اربعة لخمسة وتأكد ان هي بالضبط قد من خمسة لستة متساويين اروح رايح بقى للنقطة ستة اركز فيها بالبرجل وارسم كوس لأعلى بنفس الفتحة اللي هي من اربعة لخمسة واللي هي بالضبط من خمسة لستة قد بعد ومن ستة عملت كوس لأعلى وسميها سبعة وبعدين اركز في النقطة سبعة وبنفس الفتحة برضو وارسم كوس تاني لأعلى يقطع ليه الخط المنصف في النقطة تمانية وهكذا ناخد بالنا بقى النقط اللي احنا سميناهم دول اربعة وخمسة وستة وسبعة وتمانية انا ممكن اكمل كمان طيب دي بقى اللي بتفرق معايا الشكل اللي انا عايز ارسمه دلوقتي انا عايز ارسم ايه لو عايز ارسم شكل مخمس يبقى هجيب البرجل واركز في النقطة خمسة وبعدين افتح البرجل من خمسة لحد بداية الضلع اللي هي النقطة ايه واروح راسم دايرة الدايرة دي دايرة خفيفة اهو تمر لي بالنقطتين ايه وبي طيب وبعد كده اقسم الدايرة دهية خلاص بمسافة تساوته للضلع يعني اروح كده بالبرجل اقيس المسافة من ايه لبي وبعدين اركز في النقطة ايه واروح راسم كوس على اليمين يقطع للدايرة بالشكل دا وبعدين نكمل تقسيم الدايرة اهو بنفس الفتحة برضو ومن ناحية تانية من عندي بي نرسم كوس تاني على اليسار كده نقسمت الدايرة بمعلومية مين طول الضلع لو احنا وصلنا دلوقتي النقطة اللي احنا حصلنا عليها دي هيطلع لشكل ايه مخمس تعالوا نوصل كده اهو ادي من النقطة بي ها للنقطة اللي فوقيها وبعدين للنقطة ايه اللي بعدها دي راس المخمس ونكمل حصلنا علي ايه الشكل المخمس المنتظم يبقى الطريقة دي اسمها الطريقة الايه العامة شوفوا احنا دلوقتي رسمنا المخمس اهو بس دي اسمها الطريقة العامة اللي احنا بقى رسمناها في الحلقة اللي فاتت كان مخمس برضو منتظم بس كان اسمها الطريقة الخاصة ما كناش بنقسم المسافات دي اربعة وخمسة وستة كده بالشكل ده نفرق ما بين الاتنين طيب لو انا دلوقتي عايز ارسم شكل سداسي اعمل ايه على نفس الشكل مش هنعمل رسمة جديدة هقف النقطة ستة بالبرجل وافتح البرجل لحد النقطة ايه وبعدين ارسم دايرة الشكل ده خفيفة الدايرة دي تمرلي برضو ببداية ونهاية الضلع يعني بالنقطة ايه والنقطة بي طيب بعد كده اقسم الدايرة بمعلومية طول الضلع ما طول الضلع هنا سيه اللي هو ايه بي اللي هو كان كام خمسة سنتيمتر طيب هقف النقطة ايه وبعدين ابدأ اقسم الدايرة اهو بالشكل ده ها واقف النقطة ديت واعمل قوس تاني الاعلى هم وبعدين نقسم من على اليسار هم وبعدين نقف النقطة بي اهو اعمل قوس تاني على اليسار كده انا قسمت الدايرة ها محيط الدايرة قسمته بمعلومية طول الضلع هلاحظ ايه انها اتقسمت الى كام جزء ستة اجزاء متساويين لو انا وصلت دلوقتي النقطة اللي انا حصلت عليها ديت ببعد هحصل على الشكل الايه المسدس المنتظم تعالوا نوصل كده اوه من النقطة بي ونوصل والنقطة اللي بعدها ونكمل لحد ما ارجع للنقطة ايه ها كده حصلت على شكل ايه شكل مسدس منتظم طيب الطريقة دي برضو اسمها الطريقة الايه العامة ناخد بالنا ان احنا رسمنا الشكل المسدس المنتظم برضو قبل كده في الحلقة اللي فاتت بس رسمناه بطريقتين مختلفين كان مرة بمعلومية طول ضلعه ومرة بمعلومية قطر الدائرة التي تمر برؤوسه طيب لو انا عايز ارسم شكل مسبع منتظم نعمل ايه نركز في النقطة سبعة وبعدين افتح البرجل من سبعة لحد النقطة ايه اللي هي بداية الضلع ونرسم دايرة برضو ها الدايرة دي تمر بالنقطتين ايه وبي زي ما احنا شايفين كده طيب الخطوة اللي بعدها اعمل ايه اقسم الدايرة برضو بمعلومية طول الضلع اخد المسافة بقى بالبرجل كده من ايه لبي وبعدين ابدأ اقسم الدايرة ها محيط الدايرة نقف مرة في النقطة ايه ونرسم كوس اهو كده وبعدين نقف في النقطة اللي حصلنا عليها دي واعمل كوس تاني لأعلى وبعدين نقف في النقطة دي ونرسم كوس تاني ها ناخد بالنا ها وصل فين عند رأس المسبع هتبقى هنا يا دايما المضلعات اللي هي عدد اضلعها فردي زي المخمس وزي المسبع بتبقى رأس المضلع اللي هي رأس المخمس ورأس المسبع ها ناخد بالنا بتيجي فين ها عند المنصف بالزبط اللي هو الخط اللي في النص اللي احنا رسمينه لو انت جيت تقسم الدائرة وبعدين لقيت الكوس دا جي ناحية اليمين شوية او جي ناحية الشمال شوية لا ابقى انت كده قسمت غلط لازم رأس المخمس ها ورأس المسبع تيجي فين في المنتصف بالزبط زي ما احنا شايفين كده نكمل بقى تقسيم الدائرة ها وهقف النقطة بيه وارسم كوس على اليسار ها وبعدين كوس تاني لأعلى قسمنا كده محيط الدائرة لو عدينا الأجزاء هيتلاعوا كام سبع اجزاء متساويين نوصلهم ببعض او بالشكل دا وبعدين ها النقطة اللي بعدها نكمل لحد ما ارجع تاني للنقطة ايه وصلت على ايه مسبع منتظم والطريقة دي زي ما قلنا اسمها الطريقة الايه العامة طب لو انا عايز ارسم شكل مسمى يعني ليه تمن اضلاع يبقى اركز في النقطة تمانية وارسم دايرة برضو من تمانية لحد النقطة ايه وارسم دايرة وقسمها بمعلومية طول الضلع وهكذا فعلشان كده الطريقة دي تنقدر نرسم بيها اي مضلع اي مضلع منتظم خلاص علشان كده بنسميها الطريقة الايه الطريقة العامة تعالوا نرسمها كده مع بعض ماشي ونعمل الخطوات كده واحدة واحدة هنقول نرسم مسبع بقى على طول بدل ما نبدأ يعني نرسم مخمس ونرسم مسبع تعالوا علشان برضو يتبقى ايه واضحة قدامنا تعالوا نرسم ايه مسبع منتظم طول ضلعه خمسة سنتيمتر ارسم المسبع المنتظم بالطريقة العامة طول ضلعه خمسة سنتيمتر طيب تعالوا نبدأ اول خطوة نعمل ايه هنرسم ضلع وننزل برضو تحت شوية كده علشان ايه الصفحة تكفي زي ما قلنا لما بنكون بنرسم رسومات كبيرة شوية ما نروحش في النص كده او نطلع فوق فهنيجي ونحن بنرسم نلاقي الرسمة ايه خرجت برا اللوحة وما كملتش فهندطر ان احنا ايه نعيدها تاني فننزل تحت كده شوية على قد ما نقدر وبعدين نرسم ادي الضلع بتاعي هنسميه A B طيب وبعدين بالبرجل وزي ما قلنا هنعمل ايه بالنصف طبعا الضلع A B يعني ااخد كده بالبرجل فتحة اكبر من النص وارسل وارسل كوس وارسل كوس لأعلى وكوس لأسفل وبعدين اقف عند النقطة B بنفس الفتحة ونقطع القوس اللي فوق ها والكوس اللي تحت بالشكل ده طيب وبعدين نوصلهم ببعد علشان نحصل على ايه ايه دي المنصف طبعا وهنطول الخط ده زي ما قلنا ايه لأعلى علشان الخط ده هنقسمه بعد كده هنحط عليه النقط اللي هي ايه خمسة وستة وسبعة وثمانية اللي احنا قلنا عليها خطوة اللي بعديها هاجي عند النقطة ايه وارسم عمود خط قائم طيب الخط القائم ده ممكن نعمله بالمثلس كده بالزاوية القايمة واقف عند النقطة ايه وارسم خط ايه قائم وبعدين بالبرجل وهقف عند النقطة ايه وافتح البرجل لحد النقطة بي كده وبعدين نوصل بالشكل ده طيب الخط طبعا العمود اللي احنا كنا رسمينه هنطوله شوية علشان يتقاطع مع الكوس اهو بالشكل ده طيب طيب بعد كده بنوصل النقطة ديت طبعا ايه وبي النقطة اللي حصلنا عليها فوق ها هنسميها سيه نوصل النقطة بي مع النقطة سيه بالشكل ده اهو من النقطة بي للنقطة سيه كده طيب وبعدين نسمي بقى النقطة اللي احنا حصلنا عليها اللي هي نقطة التقاطع دي ها نسميها ايه اربعة طيب ونقطة التقاطع اللي حصلنا عليها من تقاطع الكوس مع المنصف هنسميها ستة اهو بالشكل ده وبعدين المسافة اللي بينهم بقى من اربعة لستة ننصفها ونسميها خمسة طيب هننصفها ازاي زي ما قلت يا اما ان احنا نقصها بالمصطرة بس نقصها كويس بدقة ها نشوفها كام ملي بالزبط ونقسمها خلاص اهو كده لو انا عملتها كده بالمصطرة خلاص النقطة الصغيرة اللي انا حطيتها في النص دي هتبقى هي نقطة الايه المنتصف طيب لو في حد مش عارف يعملها كده او مش عارف يقاسها ممكن نعملها بالبرجل زي ما خدنا برضو قبل كده الاول عملية هندسية خدناها هروح اقف في النقطة اربعة وبفتحة مناسبة تمام واروح جاي عامل ايه كوس ناحية اليمية اهو بالشكل ده كده وكوس تاني ناحية الايه ناحية الشمال كده وبعدين اقف في النقطة 6 ها ونقطة على الكوس ده ونقطة على الكوس التاني اهو بالشكل ده العلمتين الصغيرين اللي انا حطيتهم دول لو رحنا موصلين بينهم خط خفيف كده اهو هيقسم لي المسافة اللي هي من اربعة لستة اهي كده هيقسمها لي جزئين متسويين بالزبط واروح مسميها ايه خمسة بالشكل ده ويمكن يعني انا بأكد على النقطة دية ها ازاي ان احنا نقسم المسافة ما بين اربعة لستة دي مهمة جدا لان انت لو ما قسمتهاش بالزبط واخدت جزء كده اكبر يعني من اربعة لخمسة كانت اكبر من اربعة لستة مثلا من خمسة لستة واجي التقسم الاجزاء الباقية اللي هي النقطة سبعة وتمانية لكده هترسم غلط وهتجي تكمل وترسم الدايرة وتجي تقسمها تلاقي الاضلاع بتاعتك طلعة مش مظبوطة وتلاقي فيه اضلاع كبيرة وفيه اضلاع صغيرة يبقى احنا نراعي ان المسافة ما بين اربعة لستة نقسمها بالزبط يبقى جزئين متسويين اللي هي من اربعة لخمسة ومن خمسة لستة طيب كده احنا اسمناها هوت بالزبط نعمل ايه بقى نروح جايين بالبرجل وناخد المسافة من اربعة لخمسة وبعدين اروح اقسم المسافة من خمسة لستة اهم قد بعض بالزبط طيب الخطوة اللي بعدها أروح أقف النقطة 6 ورح أعمل قوس صغير فوق كده وسمي النقطة ديت 7 نكتبها الأول طيب وبعدين بنفس الفتحة برضو هقف النقطة 7 ورح جاي أعمل قوس تاني صغير وسمي النقطة ديت 8 بالشكل ده دلوقتي أنا عايز أرسم إيه؟ شفته؟ إحنا طبعا العملية اللي إحنا شرحناها على الشاشة مع بعض رسمنا مخمس ورسمنا مسدس ورسمنا إيه؟ مسبع لكن هنا في السؤال أنا محدد لك بقولك إرسم مسبع منتظم يبقى على طول أركز في النقطة رقم كام؟ في النقطة رقم 7 يبقى أروح أقف هنا في 7 كده وأفتح البرجل بفتحة تساوي قد إيه؟ من 7 لحد النقطة إيه بالشكل ده كده وأتأكد الناحية التانية ألاقيها ألمس النقطة بيه يبقى أنا كده أشغل صح أروح على طول رسم الدائرة دائرة خفيفة كده بالشكل ده وبعدين أقسم الدائرة اللي أنا رسمتها دي بمعلومية طول الضلع اللي هو من إيه لبيه اللي إحنا قلنا عليه في المثال بتاعنا اللي هو كام؟ 5 سنتيمتر يبقى نقسها كده بالزبط وبعدين هقف النقطة إيه؟ وراح جاي رسم إيه؟ كوس ناحية اللي مين أهو؟ وبعدين نقف هنا ونعمل كوس تاني إيه؟ لأعلى لأعلى اهو بالشكل ده وبعدين هقف هنا اهو وعمل برضو كوس ناخد بالنا بص كده اهو جاي عندي مين؟ رأس اللي إيه؟ المسبع زي ما قلنا هو فوق طيب لو كان وإنت بترسم ولقيت العلامة دية ها جات بعيد شوية يبقى أنت على طول المسافات اللي إنت قسمتها دي ما كانتش مظبوطة يبقى ترجع ترجعها تاني وتقسم بالبرجل صح عشان تقسمها كويس نقسم بقى النحة التانية كده نعند النقطة ب كده وبعدين آخر جزء اهو النقط بقى اللي إحنا قسمناها دية لو بصينا عليها كده وعدناهم هنلاقاهم هيتطلعوا كم جزء واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع سبع أجزاء هوصلهم ببعد واحصل على الشكل المسبع المنتظم اهو نوصل كده من النقطة ب اهو النقطة اللي فوقيها على طول ونرعي لما نيجي نوصل برضو ما نخرجش بره الدايرة يعني الخط اللي إحنا بنرسمه ما يخرجش بره اهو يتوصل على نقطة التقاطع بالزبط كده ونوصل الضلع اللي بعده وآخر ضلع نوصله ويبقى كده حصلنا على ايه الشكل المسبع المنتظم بالطريقة العامة طبعا لو احنا كنا حبينا نرسم شكل مخمس كنا هنعمل ايه كنا هنقف في النقطة رقم 5 وارسم الدايرة ها هفتح البرجل من 5 لحد النقطة ايه وارسم الدايرة وبعد كده اقسمها هنقسمها لكم جزء بقى 5 أجزاء بمعلومية طول الدلع برد طريقة سهلة زي ما احنا شفنا ونحاول ان احنا ننفذها طبعا بالأدوات بتاعتنا علشان طبعا الخطوات زي ما احنا شايفين لما بتكون رسمة الخطوات اللي فيها كتير شوية ممكن تتنسي ولو نسيت خطوة في النص طبعا مش تعرف تكمل والرسمة او العملية الهندسية اللي انت بترسمها هتبوز منك فيبقى لازم ان انت تتدرب عليها وترسمها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تحفظ الخطوات بتاعتها بالترتيب تعالوا نكمل مع بعض بقية العمليات الهندسية طبعا احنا نخش بقى على الجزء الخاص بالتماس طبعا احنا عارفين الممسات الممسات ممكن نرسم خط بيمس كوس او بيمس دايرة ممكن نرسم كوس بيمس دايرتين من الداخل او من الخارج يعني فيه عندي طبعا الممسات العمليات الهندسية بتاعتها مختلفة وكتير تعالوا مع بعض كده ناخدها واحدة واحدة وننفذها مع بعض برضو ان شاء الله نبص على الشاشة كده مع بعض عندي التماس نشوف كده اول عملية معانا بسيطة لو انا برسم دايرة والدايرة ديت انا مش عارف المركز بتاعها يعني دايرة مرسومة او كوس كبير ومجهول المركز وانا عايز احدد المركز بتاعه طب نحدده ازاي يعني اخدوا بالكو الدايرة بنعتبر ان هي ايه دايرة موجودة في رسمة مرسومة وانا مش عارف المركز بتاعها فين نقدر نحدده اه بسهولة جدا ازاي ارسم وطرين في الدايرة بالشكل دو A B و B C طيب وبعدين أنصف الوطر اللي هو A B يعني هقف في النقطة A وبفتحة مناسبة بفتحة A مناسبة يعني أكبر من النص برضو وأرسم كوس لأعلى وكوس لأسفل وبنفس الفتحة أروح أركز في النقطة B وبعدين أقطع الكوسين اللي أنا رسمتهم في النقطة D والنقطة E وبعد كده نوصلهم ببعض طيب نفس اللي عملته هنا هكرره تاني بالنسبة للوطر الآخر اللي هو من B ل C يعني هننصفه برضو طيب بفتحة برضو أكبر من النص وأقف في النقطة B وارسم كوس لأعلى وكوس لأسفل وبنفس الفتحة أركز في النقطة C وأقطع الكوسين اللي أنا رسمتهم فوق وتحت في النقطة G والنقطة F نوصلهم ببعض وناخد بالنا إيه اللي هيحصل الخط اللي أنا رسمته دلوقتي المنصف ده تقاطع مع مين مع المنصف الأولاني اللي أنا كنت رسمه اللي هو D E ناخد بالنا تقاطع فين في النقطة اللي أنا بشاور عليها دي اللي هي اسمها R النقطة دي هي مركز الدايرة شفتوا العملية سهلة وبسيطة إزاي طيب تعالوا ننفذها مع بعض ها ونشوف نعملها إزاي بالأدوات عشان الناس برضو يعني إيه تحفظها كويس وما تبقاش متلخبطة هنقول كده إيه طريقة إيجاد مركز الدائر يعني دايرة مرسومة وأنا مش عارف الدايرة دي مش عارف مركزها فيه بس إيه نغير الألم علشان نرسم باللون الغامق زي ما احنا اتفقنا إن الخطوط الأساسية نخليها غمقة والخطوط المساعدة نخليها إيه نخليها فتحة فالخطوط الأساسية اهو إحنا بنرسمها كده إيه أنا برسمها لكم باللون إيه الأزرق تمام والخطوط المساعدة بنرسمها طبعا أنا برسمها لكم باللون إيه الأحمر عشان نبقى فاهمين كل خط معناه ايه هنرسم دايرة اه بالشكل ده ناخد بالنا الدايرة دي هنعتبر انها دايرة ها مجهولة يعني انا مش عارف المركز بتاعها فيه عايز احدد بقى المركز بتاعها حدده ازاي هروح على طول راسم زي ما قلت وطرين ها في الدايرة اه نرسم وطر كده على اليمين وطبعا وطر يعني معناه ما بيمرش ها بمركز الدايرة اهو دا كده هسميه ا بي وطر تاني اه ناحة تانية كده يبقى داوات بي وسي تمام الخطوة اللي بعدها بعمل ايه اه بابدأ اه 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 انصف الوطر اللي هو ايه بي طيب هنصفه ازاي بالبرجل برضو زي ما احنا قلنا بفتحة مناسبة هاقف في النقطة ايه كده وبفتحة مناسبة يعني اكبر من النص بشوية كده كده وبعدين ارسم كوس لأعلى وكوس تاني لأسفل وبنفس الفتح اروح اركز في النقطة بيه بالشكل ده ونقطع الكوسين دول ها من اعلى وايه ومن أسفل كده اه طيب لو الكوس طالع بعيد شوية ولا حاجة ممكن ايه نطوله اه كده وبعدين نوصلهم بعد نوصل كده تمام طيب طيب والنقطتين دول هنسميهم ايه النقطة دي ها والنقطة اللي تحت ايه نفس العملية او الخطوة اللي احنا عملناها هنا هنكررها تاني ها بالنسبة المين للوطر اللي هو بي سي يعني ايه هقف النقطة بيه بالشكل ده وبفتحة اكبر من النص بشوية وبعدين اه اروح رسم كوس لأعلى ها وكوس لأسفل بالشكل ده وبعدين اقف النقطة سي وبنفس الفتحة اقطع الكوس اللي فوق والكوس ها اللي تحت ها كده بيجاد بعيدة شوية اهي طيب بعد كده اروح موصلهم ببعض النقطتين اللي هي النقطة اللي فوق والنقطة الايه اللي تحت ناخد بالنا بقى كده لما نوصلهم اهو هنسمي النقطة اللي فوق ديت جي زي ما احنا قلنا في المثال ها جي والنقطة اللي تحت هنسميها ايه ف لما انا وصلتهم ببعض كده شوف تقطع مع مين نقطة تقطع مع مين مع المنص في الاولين اللي انا رسمته اللي هو من دي لإيه النقطة ديت ها اللي تقطع فيها هنسميها ار يبقى النقطة ديت هي مركز الدائرة طبعا العملية سهلة وبسيطة خلاص بس يعني ايه عايزة نعمل الخطوات بتاعتها يعني ايه بضقة كده واحنا بنرسم يعني تعالوا نشوف بقى المثال اللي بعد كده رسم مماس لدائرة من نقطة معلومة على محيطها يعني ايه انا عندي دائرة والدائرة ديت عايزة ارسم مماس يعني خط بيمسها من عنده نقطة معلومة النقطة المعلومة ولتكن هسميها النقطة ايه بقى انا دلوقتي الدايرة بتاعتي فلاص هرسمها وبعدين هحدد نقطة على المحيط بتاعها هنسميها ايه وعايزة ارسم مماس من عنده النقطة ايه طب اعمل ايه هاروح موصل الأول من مركز الدائرة لحد النقطة ايه طيب والخط اللي انا هرسمه دوت ناخد بالنا بقى من R لإيه خلاص يسوي المسافة من إيه لحد C يعني مثلا الدايرة دي نص قطرها 3 سنتيمتر أو 30 مليمتر يبقى انا هعمل ايه هرسم الدايرة نص القطر بتاعها اللي هو من R لإيه يسوي كام 3 سنتيمتر هروح انا موصل الخط دوت من R لإيه ومده على استقامته ها لحد ما يوصل لفين المسافة اللي فوق دي من إيه لC تسوي برضو نص قطر الدايرة اللي هي كام 3 سنتيمتر طيب وبعدين خطوة اللي بعدها أروح اقف النقطة C وأرسم قوس لأعلى وقوس لأسفل ها أنا بنصف اهو ماشي او ممكن نعمل قوس واحد لأعلى وبعدين اقف النقطة R وبنفس الفتحة واقطع نفس القوس اهو بالشكل ده كده تاني هقف النقطة C وأرسم قوس لأعلى ماشي وبعدين بنفس الفتحة هقف النقطة R واقطع نفس القوس النقطة دي اللي هي اسمها B هوصلها مع مين؟ مع النقطة ايه؟ ها وكملها كده على ايه؟ على استقامة واحدة هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان الخط اللي أنا رسمته ده عمل ايه؟ مسلي الدايرة يعني لمس الدايرة فين عنده النقطة ايه؟ يبقى انا كده قدرت ان انا ارسم مماس يعني خط مستقيم اهو يمس الدايرة خلاص من عنده نقطة معلومة على محيطها طبعا يمكن العملية دي سهلة وبسيطة خالص زي ما احنا شفنا اه تعالوا نشوف كده ايه؟ عملية تانية بيقول لي ارسم مماس لقوس دائري من نقطة على محيطه ازاي ارسم مماس لقوس من نقطة على محيطه؟ طيب هرسم القوس الاول طيب وبعدين أنا عايز ارسم مماس ها يعني خط يمس لي القوس دوت من نقطة على ايه؟ على المحيط بتاعه طب نعملها ازاي؟ هروح انا محدد النقطة الاول اللي هي النقطة دي واقف عندها ها وراح جاي رسم ايه؟ دايرة الدايرة دي تقطع لي القوس دوت في النقطتين ها اللي هما النقطة جي والنقطة اف طب الخطوة اللي بعدها هروح انا واقف في النقطة جي مرة وارسم قوس لأعلى ها وقوس لأسفل وبعدين اقف في النقطة اف بنفس الفتحة وارسم قوس برضه لأعلى يقطع القوس الاول ماشي في النقطة ار وانزل ارسم القوس التاني يقطع القوس اللي اسفل في النقطة ايه؟ نوصلهم ببعض بالشكل دوت طب وبعدين ناخد بالنا الخط اللي احنا رسمنا دلوقتي دوت ها اسملي الدايرة خلاص لجزئين او نصين هقف انا بقى عند بداية الدايرة ماشي؟ وارسم قوس ايه؟ ناحية اللي مين؟ زي ما احنا شايفين كده واقف في نهايتها فوق واقطع القوس اللي انا رسمته بالشكل ده عند النقطة ايه؟ ووصل النقطة ايه؟ مع النقطة d زي ما احنا شايفين هنلاقي ايه اللي حصل؟ ان الخط اللي انا رسمته مسلي يعني لمس القوس اللي انا رسمته في الاول ها عند النقطة d نقولها تاني أنا عايز أرسم مماس يعني خطه مستقيمه هو الخط دوت يمسلي القوس الدائري الكبير ده عنده نقطة معلومة على محيطه النقطة دي تسميناها دي طيب فإحنا نعمل إيه زي ما قولنا نرسم القوس الأول الكبير وبعد كده من عنده النقطة دي رسمت دايرة الدايرة دي مناسبة يعني مش لازم يكون لها طول محدد يعني أو كتر محدد طيب بعد ما رسمت الدايرة قطعتلي زي ما احنا شفنا القوس في نقطتين واحدة على اليمين سميناها G والنقطة التانية على اليسار سميناها F طيب وبعد كده وقفنا عند النقطة G وبفتحة أكبر من النص يعني أكبر من نص كتر الدايرة ورسمنا قوس لأعلى وقوس لأسفل وبعدين رحنا عند النقطة F بنفس الفتحة ورسمنا قوس لأعلى يقطع لي القوس الأولاني في النقطة R وقوس تاني الأسفل يقطع لي القوس التاني عند النقطة E وصلناهم ببعض فالخط اللي احنا رسمناه عمل إيه أسم الدائرة زي ما احنا شايفين كده اللي احنا رسمناها نيجي بقى من عند بداية الدائرة وأقيم عمود أنا عايز أقيم عمود دلوقتي على إيه من عند مركز الدائرة كده تمام؟ فأعمل إيه أقف عند بداية الدائرة وأرسم قوس بفتحة مناسبة لأعلى على اليمين يعني وبعدين بنفس الفتحة أركز في النقطة التانية اللي فوق عند نهاية الدائرة اللي أنا بشاور عليها كده وبعدين نقطع القوس الأولين في النقطة E نوصل النقطة E مع النقطة D فنلاحظ إيه أن الخط اللي أنا رسمته ده لمس للدائرة أو القوس لمس القوس عند النقطة D يبقى ده الممس المطلوب اللي احنا كنا عايزين نرسمه تعالوا ننفذ العملية ديت كده مع بعض علشان برضو نعرف نرسمها وما بقاش في حد مطلخبط زي ما اتفقنا طبعا الحاجة لما بتترسم قدامنا وإحنا نطبق على طول بالأدوات بتاعتنا الخطوات على طول تثبت وما ننسهاش تاني يعني الرسم الفني في جزء منه كبيرة جزء كبير مهارة والمهارة ديت عمرك ما هتكتسبها إلا لما تشتغل بأيديك وترسم كتير خلاص وتتدرب تعالوا كده نبدأ نرسم هنقول إيه رسم مماس رسم مماس لكوس دائري من نقطة على محيط طيب أول حاجة هنرسم القوس نرسم القوس والقوس طبعا هيبقى إيه؟ تقيل غامق بالشكل دوت كده ها دي دي القوس اللي احنا رسمناه وعايزين ها نرسم مماس عند نقطة معينة على المحيط بتاعه والنقطة ديت هنسميها النقطة دي هاي واللي تكون مثلا النقطة ديت اللي أنا حددتها دي هنسميها النقطة دي طيب إحنا اتفقنا نعمل إيه؟ ها بالبرجل على طول وهقف عند النقطة دي وأرسم دايرة الدايرة دي تقطعلي ها القوس فيه النقطتين النقطتين دول واحدة على اليمين والتانية على اليسار وهنسميهم النقطتين جي وف اهو بالشكل ده يبقى أنا هركز كده بالبرجل في النقطة دي وبعدين اهو أرسم دايرة بفتحة مناسبة كده ها بالشكل دا فنلاحظ إيه؟ الدايرة هنا اللي احنا رسمناها خلاص قطعتلي الكوس في نقطتين نقطة على اليمين ونقطة على اليسار هنسميهم النقطتين دول جي ها زي ما احنا قلنا في المثال والنقطة التانية هنسميها اف بعد كده حقف مرة عند النقطة جي بالبرجل بفتحة مناسبة يعني بفتحة أكبر من النص أكبر من نص الكتر بتاعة الدايرة يعني ماشي؟ وهنرسم كوس مرة لأعلى بالشكل دا ها وكوس تاني ايه؟ دا أسفل طيب وبعدين اروح أقف عند النقطة التانية اللي هي اف ونقطع الكوس ها اللي فوق والكوس التاني اللي تحت ونوصلهم ببعض بالشكل دا نلاحظ طبعا ان الخط اللي احنا رسمناه اهو اسملي الدايرة لنصين ومر بالنقطة دي ماشي؟ النقطة اللي فوق طبعا هنسميها R ها والنقطة اللي تحت سميناها ايه؟ طيب وصلناهم ببعض طبعا نعمل ايه بعد كده؟ حقيم عمود ماشي؟ على الخط اللي احنا رسمناه اللي هو المنصف اللي أساملي الدايرة دا ازاي؟ هقف مرة في النقطة اللي تحت على اول الدايرة كده وبفتحة اكبر من النص واروح جاي رسم كوس نحية اليمين اهو بالشكل دا كده وبعدين بنفس الفتح نروح نقف فوق ماشي؟ كده عند نهاية الدايرة وبعدين اقطع الكوس اللي أنا رسمته عند النقطة ايه؟ تعالوا بقى نوصل كده نقطتين دول ببعد اهو هنوصل النقطة ايه؟ مع النقطة دي ناخد بالنا كده الخط اللي احنا رسمناه دا دلوقتي اهو كده هيمر بالنقطة دي ولمس الكوس عند النقطة دي يبقى معنا كده الخط اللي أنا رسمته دا مماس لمين؟ للكوس الدائري يعني مسيلي الكوس عند نقطة على المحيط بتاعه النقطة دي هي النقطة ايه؟ النقطة دي اللي احنا حددناها من البداية طبعا العملية ايه؟ اللي رسمناها طبعا كده بسيطة وزي ما احنا شايفين لما نمشي خطوة خطوة كده مع بعض تمام؟ عمرنا ما هنطلخبة الرسم الفني زي ما قلت محتاج ايه؟ محتاج ان احنا نتدرب ونرسم كتير وبعدين عشان الخطوات تتحفز لو جيت انت في نص الرسمة وقفت عند خطوة معينة ومش عارف تكمل ازاي هتوقف مش هتكملها وهتترسم غلط علشان كده لازم نتدرب ونرسم كتير تعالوا نشوف عملية تانية ونفهمها مع بعض بيقول لي ازاي ارسم دايرة بنص كتر معلوم تمس ضلعي زاوية معلومة ارسم دايرة بنص كتر معلوم تمس ضلعي زاوية ايه؟ معلومة طيب الدايرة هنقول نص كترها قار 25 ملي متر ده مثال بقى يعني الابعاد دي مش ثابتة على حسب طبعا السؤال بتاعي نص كتر الدايرة كام 25 ملي متر طب الزاوية اي بي سي زاوية 45 درجة طيب تعالوا نرسمه هنعمل ايه؟ هنروح رسمين الزاوية الاول ادي الضلعين بتاع الزاوية اي بي و ادي الضلع التاني سي يبقى اي بي سي ادي الزاوية والزاوية طبعا هو محدد لي هنا زاوية كام 45 درجة ممكن ارسمها بالمثلث و ممكن ارسمها بالمنقلة زي ما احنا عارفين طبعا انتو عارفين ان المثلثات اللي احنا بنستخدمها انا وردتكم المثلث اللي هو الكبير ده بيقى مسلث 30 و 60 والمثلث التاني بقى ده مسلث 45 هنستخدمه دلوقتي ونشوفه مع بعض طيب انا دلوقتي رسمت الزاوية طيب عايز بقى ارسم دايرة تمثلي ضلعي الزاوية دي من الداخل من هنا كده طيب نرسمها ازاي الاول بركز في النقطة b بفتحة مناسبة و ارسم كوس يقطع لدلعي الزاوية زي ما احنا شايفين كده في النقطة D والنقطة e طيب الخطوة اللي بعدها اركز في النقطة d وبفتحة مناسبة برضه بالبرجل و ارسم كوس ناحية اليمين زي ما احنا شايفين كده وبعدين اروح اركز في النقطة a وبنفس الفتحة وأقطع القوس الأولين طيب نوصلهم بقى ببعض هنوصل النقطة بي مع نقطة التقاطع اللي في المنتصف اللي احنا حصلنا عليها دي كده انا قسمت الزاوية لقسمين متسويين وخدوا بالكم دي العملية اللي احنا رسمناها في البداية خالص في الحلقة اللي فاتت يعني احنا رسمنا ايه عملية هندسية كانت ايه كانت تنصيف عبارة عن ايه تنصيف زاوية ها الى قسمين ايه متسويين طيب كده انا نصفتها وبعدين انا عايز ارسم بقى دايرة انه هو تمثلي ضلعي الزاوية دي نعملها ازاي انا عندي نص القطر كامل 25 ملي متر يبقى انا اروح جاي رسم خط موازي ها لضلع الزاوية اللي هو الضلع ايه بي على بعدة قد ايه نص قطر الدايرة اللي هو 25 ملي متر يعني ايه الكلام ده هو اروح انا ممكن اعملها بالبرجل اروح جاي بالبرجل كده افتح البرجل على نص قطر الدايرة اللي هو 25 ملي متر واقف هنا على اي نقطة على الضلع اللي هو ايه بي وارسم كوس لاعلى اهو بالشكل ده وبعدين اروح عند اول الضلع وارروح رسم كوس تاني بالشكل ده وبعدين اروح موصلهم ببعض بخط مستقيم الخط اللي انا رسمته دلوقتي ده بيوازي مين؟ بيوازي الضلع اي بي وعلى بعدة قد ايه نص قطر الدايرة اللي هو 25 ملي متر يعني 2.5 سنتيمتر يعني طيب لو حد مطلخبط ومش عارف يعمل القوس ده ممكن بالمستر اروح انا اقيس كده المسافة من الضلع اللي هو اي بي لحد فوق هنا كده كام 2.5 سنتيمتر واقيس مرة تانية من على اليمين كده 2.5 سنتيمتر واحطوا نقطة واوصلهم ببعض انا بقيس مرتين علشان الخط اللي انا برسمه يجي موازي للضلع اي بي مايجيش ميل طيب واخدين بالنا بقى الخط اللي انا رسمته ده تقاطع مع المنصف بتاع الزاوية في النقطة اللي في النص دي اللي هي اسمها O النقطة ديت هي مركز الدائرة اللي انا عايز ارسمها اروح واقف فيها بقى بالبرجل وافتح البرجل على نص كتر الدائرة اللي هو 25 ملي متر واعمل ايه وارح جاي رسم الدائرة ها لاحظنا ايه الدائرة هنا لمسيت لضلعي الزاوية تمام يبقى طبعا العملية ديت ايه سهلة وبسيطة هوت تعالوا ننفذها بسرعة كده قبل الوقتنا ما يخلص هنقول طبعا كده الرسم دائرة رسم دائرة بنصف كتر معلوم تمس بالعي زاوية معلوم طيب احنا قلنا نص كتر الدائرة R نص كترها كام 25 ملي متر والزاوية A B C بتساوي 45 درجة تعالوا بقى لإيه ننفذ الكلام دوت بسرعة هنروح رسم الزاوية طب الزاوية احنا قلنا زاوية 45 طيب بصوا كده المسلس ده اللي في قداية ده اللي هو الأزرق المسلس دوت مسلس 45 درجة 45 ليه شايفين الزاوية دي 45 والزاوية النحية التانية دي برضو 45 والزاوية الكبيرة دي قايمة تمام ممكن نرسم بيه على طول هنروح رسمين دلعاي الزاوية الشكل ده كده عايز ارسم بقى الزاوية 45 اروح اعمل ايه اه المسلس كده بالزاوية 45 واروح حاطة المسلس على الخط اللي أنا رسمته بالزبط كده وبعدين اروح ارسم الضلع التانية اه يبقى الزاوية دلوقت اللي أنا رسمتها دي زاوية ايه 45 درجة خطوة اللي بعدها هعمل ايه الزاوية دي هنسميها A B C هننصفها بالبرجة اللي على طول هون هقف النقطة B بفتحة مناسبة بفتحة ايه مناسبة كده وبعدين اروح جاي يراسم كوس يقطع دلعاي الزاوية زي ما احنا شايفين في النقطتين هنسميهم النقطة D ها والنقطة اللي فوقها هسميها E طيب بعد كده هروح واقف في النقطة D وبفتحة مناسبة ها وارسم كوس ناحية اليمية في النص كده وبعدين بنفس الفتحة اقف النقطة ايه واقطع الكوس طيب الخطوة اللي بعدها وصلهم ببعض يبقى انا كده نصفت الزاوية الخطوة اللي بعدها هرسم خط موازي لمين لضلع الزاوية اللي هو A B طيب يبعد قد ايه قد نصف كتر الدائرة بالزبط نصف كتر الدائرة كام احنا قلنا 25 ملي متر يبقى انا على طول اروح اقايز كده 25 ملي متر وبعدين اروح جاي رسم كوس واروح عند النقطة A في الاول كده واروح جاي رسم كوس تاني زي وبعدين اوصلهم ببعض كده ليه علشان ارسم خط مماس اه للكوسين دول يوازي مين يوازي الضلع الزاوية اه بالشكل ده كده يبعد قد ايه اتنين ونص ايه صانتي اللي هو قد نص كتر الدائرة بالزبط طيب ناخد بالنا الخط اللي انا رسمته الموازي ده قطع للمنصف بتاع الزاوية عند النقطة اللي في النص دي اللي هي هنسميها النقطة او النقطة ديت هي مركز الدائرة المطلوبة هقف انا بقى بالبرجل دلوقتي عند النقطة او بالبرجل وبعدين نرسم الدايرة علشان تمثلي ضلعي الزاوية اهو بالشكل ده هقف هنا كده كده وافتح البرجل ها بفتح تسوي قد ايه نص الايه نص كتر الدائرة اللي هو 25 ملي متر واخدين بالكو اللمسة هنا ضلع الزاوية اهو طب وتحت اهي لمسة ضلع الزاوية اروح رسمه على طول بقى انا اتأكد الاول قبل مرسم كده نتقل عليها شوية كده تبقى واضحة كده الدايرة اللي احنا رسمناها ها بتمثلي ضلعي الزاوية زي ما احنا شايفين خلاص يبقى كده عرفنا عرفنا ان احنا نرسم دايرة بنص كتر معلوم وتمث ضلعي الزاوية المعلوم طبعا يعني لسه فيه طبعا عمليات هندسية كتير ولسه الباب بتاع التماس دوت لسه فيه ان شاء الله يعني ايه عمليات كتير وممكن تكون اكبر شوية من اللي خدناها النهاردة دي يمكن وقتنا النهاردة كده خلص يارب تكونوا استفدتوا معنا وان شاء الله في الحلقات اللي جاية نكمل مع بعض وزي ما قلت لو فيه اي استفسار او حد عايز يسأل عن اي حاجة رسلونا على قناتنا على اليوتيوب قناة مصر للتعليم الفني وصفحتنا برضو على الفيسبوك قناة مصر للتعليم الفني ربنا يوفقكو واشوفكو تليفون بتاعك وكتب عليها اسمك وبعتهلنا في التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك زي ما قلنا اسمها ايه قناة مصر للتعليم الفني وممكن لو فيه حد من ولادنا يعني مش عارف القناة على الفيسبوك ممكن تبصوا معي على الشاشة كده صفحتنا على الفيسبوك اسمها قناة مصر للتعليم الفني 11747 ده التردد بتاعها وقناتنا على اليوتيوب اسمها مصر للتعليم الفني قطاع التعليم الفني ربنا يوفقكم واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات اللي جاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته